الرحيم والصلاة والسلام على عشف المرسلين سيدنا محمد نو علي عليه وصحبه عشمعين معاكم باشماند سبدرحمن فرغالي ان شاء الله في فيديو جديد منتكلم برضو عن الديس بي اللي رقمها F2838S في فرق ما بين الاس وما بين الدي الاس يعني اني عندي سنجل كور الدي انا عندي دي والكور في الفيديو اللي فاتح نتكلمنا عن فرق ما بين اللونش باد اللي هي F28379D وما بين ال F2838S وقلنا عندي ايه الديس بي مهمة جدا اللي بتطلع لكل حاجة بتطلع ل32BWM 20 ADC وعند الانكودرز عند الكان عند السيم كورد عند الرام عند الاثرنت عندي كل امكانيات البروسيسور اللي موجود عندي كل الانترفيسز اللي موجودة اللي ممكن اخدها من الديس بي بتاعتي ودي بتديني ميزة رهيبة جدا اننا عندي ابليكيشن محتاج بي دا بي ام كتيرة محتاجة ارى انالوج تو ديشتال كونفيرتر ADC كتير فده مهم بالنسبة لي ان انا اخد كل البروفورمانس واخد كل اللي اعتبر الامكانيات اللي موجودة عندي وكلام ده احنا قلناه باستفاوضة في الفيديو اللي فات المشكلة هنا عندنا لما بنيجي نوصل الديس بي دي مع الامات لاب ونبدأ نابلود الكود بيطلع لإررر والإررر ده لازم خطوات معينة عشان تتحل بس خلينا نقول في الاول لازم اراي بعض الحاجات عشان ابدأ اتعامل معاها ايه الحاجات اللي رأيها ان انت لازم تكون مسطب كل الفيرجنز الحديثة من المتلاب يعني يكون عندك المتلاب على قل 2022 ولو فيه 2023 اوكي الكود كومبوزر على اقل 11.000 لان نخل بالك هو في 11 هما منزلين 11.0.1 و.2 خلينا في 11.000 وكمان عندنا المختلفة اللي هو يكون 4.000 برضه عشان في مختلفة موجودة هتقول لي الكلام ده مش جديد يعني احنا كده كده في 2 فيديوز عملنا لهم تسجيل اللي هو ارخاص بيه 28.335 وعملنا للانشباد اللي هي F28A 37.9 دي وقلنا ازاي نعمل الهاردوير كونفيجريشن فانت اعتمشي بنفس الخطوات بس مع الاخذ في الاعتبار التحديث للسوفت ويرس سواء متلاب 2022 الكود كومبوزر يكون على اقل 11.0 ويكون على اقل 4.000 وهكذا خلاص فانا لازم اراعي ده والكنترول سوت في الاخر برضه لازم تسطبه كل ده انت هتعمله مبدئيا عشان نقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نبدأ نشتغل مع الديس بي اللي قدامنا الديس بي اللي قدامنا انت مش بتوصل بس الكابل لا انت بتوصل 2 كابل بتوصل الكابل بتاعي اوز بي بالمدخل اللي هو الاحمر اللي عليه مربع ده وبتوصل ادابتور 5 فولت عشان يبدأ ايه سابورت باور لديس بي لو انت موصلتش الكهرباء اللي هو الادابتور 5 فولت هتلاقي ان في مشكلة عندك والكمنيكيشن في مشكلة ومش متزبط فعشان كده مهم توصل 2 كابلز المختلفين فاضل ايه فاضل بقى الشغل السوفت وير بقى ايه الخطوات السوفت وير اللي انا محتاجة عشان ابدأ اشتغل احنا في الفيديو ده عن رأي الخطوات ونقول ايه التركات اللي موجودة اللي مفروط تزبطها وعندنا 2 ليد هتلاقي 2 ليد قدامك هم في الحتة دي 2 ليد دول هتلاقي رقمهم على جي جنرال اوتبوت يعني جي بي اي او 91 و92 خلاص دول مهمين جدا ان احنا نحطوهم عشان او نعمل عليهم اجزامبل عشان تتأكد ان كل حاجة شغالة تمام ومفيش مشكلة عندك اطلق خلاص طيب هنروح على المتلاب الجميل بتاعنا وعنعمل نيو سيميلينك فايل وعنخش جوه السيميلينك فايل عن رأي لايه الخطوات دي اول حاجة هنجيب بلانك مودل وهنخش جوه البلانك مودل عن روحها المودلينج ونجيب هنا ايه المودل سابورت هنخش على الهاردوير امبليمنتيشن وعبد اختار الدي سبي بتاعتي اللي هي احنا قلنا كام اتنين تمانية تلاتة تمانية اكس اللي هي سي تمانية وعشرين اكس هتختار دي وبعد كده هتزل تعمل بقى ايه بعد ما يبدأ يعمل امبليمنتيشن دلوقتي ويعرف ان دي نوع الدي اس بي اللي احنا نشتغل بيها هيبدأ دلوقتي يفتح لك هنبدأ نخش على هنبدأ ايه اهو هنبدأ نزبط في احنا منشتغلش اول حاجة على امتين احنا بنشتغل على مية سبعة وتمانين ونص وهي دي اللي بنشتغل بيها وهي دي اللي بنكمل بيها خلاص الحاجة التانية هنا الفريكنسي اللي بشتغل عليه هنا خمسة وعشرين هيقول لك ايرور وماشي قوله اوكي خلاص لازم تزبط الجزيري وهنا هكتب الرقم ده خمسة وعشرين خلاص ههو عايزبط دلوقتي وزبطلك ان انت شغال على ال سي بيو مية سبعة وتمانين وزبط الارقام وزبط كل حاجة مش هيبقى عندك مشكلة الحاجة التانية هتروح على وده الخاص بالكسترنال مود بس مهم جدا ان انت تغير الارقام دي تخليها ربعة وتلاتين وخمسة وتلاتين عشان لما نيجي ان شاء الله الفيديو بتاع الاكسترنال مود تكون كل حاجة متزبطة والرقم ده هتشتغل عليه مش هيبقى بالبود ريت ده هيبقى خمسة تمانية خمسة تسعة تلاتة تمانية زيرو خلاص تاني خمسة تمانية خمسة تسعة تلاتة تمانية زيرو هو عزبطه برضو عزبط الارقام وهتلاقيها نزلت تحت تزبطت وكل حاجة تزبطت اكوردنج لي الارقام اللي احنا حطنا وفي الاخر الاكسترنال مود تلاقي ان ايه تكون شغال وتتأكد ان الكم اللي انت شغال عليه تتأكد من المانج على ماي كمبيوتر والتفعيل بتاع الدبل تشيك ده متزبط وكل حاجة تمام ادوس ابلاي وبعد كده ادوس اوكي فيرجن المتلاب اللي احنا شغالينا عليها 22A خلاص والكود كومبوزر عتشوفه كمان شوية شغالينا على 11 يعني كل اللي انا قلتلك عليه مهم جدا وعوريك برضو شكل الفولدرز اللي انت محتاجها هتخش بقى على سيميليشن عشان تجيب بقى الليبيري هتروح على الامبيدد كودر هتلاقيها من ضمن الليبيريز اللي مجودة وتفضل تنزل لحد ما توصل ليه 28 38 اكس تفتح اول باكتش وتجيب هنا ديشتال اوتبوت وتسرش على بلس جنريتور وتبدأ تحط هنا بلس جنريتور على البلوكين اللي احنا قلنا عليهم الليدتين اول الدايع تكون على 91 فانا عنزل لحد ما وصل للي وديني ل91 اهو وتاني للدايع على 92 فانا برضو عنزل لحد ما وصل هنا ل92 واجيب التوجل بتاعها يعني لو بتطلع على اول واحدة اضاءة التانية تبقى مطفية ونعكس عشان تيحصل ايه فلاشنج ما بينهم هما الاتنين مفروض بعد كده بتروح على الهارد وير عشان تبدأ تديبلوي الكود بتاعك او تمنتر لو انت شغال في ال يعني انا بعمل لو انا عندي الكود مستقر ما عنديش اي منتر عليه خلاص بديبلوي وبيلد الكود مفيش مشكلة لو انا عندي منتر فانا بادوسه على المنتر عشان اخش على اكسترنال مود كده كده سواء في الديبلوي او في المنتر مش هتخش على اكسترنال مود خالص لازم تفتح الكود كومبوزر لازم تفتح الكود كومبوزر فما انيجي نعمل دلوقتي بلد هيبدأ يبلد بس هيطلع لي ارور خلاص وانا اقول لك حل الارور ده ايه لان الناس اللي شغالة بالديس بي دي لازم يبقى ايه لازم يبقى عارف الحل اللي هو الا هيبقى معاه الديس بي وقفة قدامه وزا ما بيقوله ميتة مش شغالة فهو عنده السيستم وعنده كل حاجة وعنده الديس بي بس الدنيا وقفة معاه وزا خلينا نشير برضو تاني ديس بي دي احنا مصنعينها في مصر عندنا ودي في حد ذاتها انجاز لان الامبليمنتيشن بتاع ديس بي بالكواليتي دي وبالشكل ده زي ما احنا شايفين ان هي تطلع بالشكل اللي قدامنا ده مش عاوز اقول لك قد ايه مجهود وقد ايه وقت وقد ايه تفاصيل في الدزاين المختلفة فنشكر طبعا اللي اشتغل على الكت دي وطلحها بالشكل ده اللي نصراحها ببروفيشنال يعني انت اكنك شريها من الشركة بتاع تيكساس دايريكت يعني احنا مش حاطين اي لوجو ولا اي حاجة بس زي ما انت شايف شغل عالي وشغل محترم جدا 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 نرجع تاني زي ما قلتلك طلع علينا ايرور والايرور دلوقتي احنا مش عارفين حلو ايه حلو زي ما انت عتشوف دلوقتي ان انا اروح على الكود كومبوزر بروح على الكود كومبوزر منين هو بيجنريته بيبالد الفايل بيبدأ يطلع لينك للفايل على الكود كومبوزر يعني هتلاقي اهو كرياتينج كود كومبوزر بروژيكت اسمه كده 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 ريليتد للنيم طبعا انت لو سميت هنا اسم البروژيكت بأي حاجة عايزهر لك بالاسم اللي موجود والبروژيكت كرياتيد ساكسسفولي على ايه على اللينك دا فانت لو ضغطت على اللينك دا هو هيخدق دايريكت للجنريتد فايل ايه للسيميلينك بتاعك او الفايل اللي انت عملتله بروژيكت ومن الكود كومبوزر احنا هنشغل بقى دي سبي يعني احنا دلوقتي عيفتح الكود كومبوزر زي ما انت شايف او في رجان 11 ولما هيفتح الكود كومبوزر هنبدأ نخش على خطوات في خطوات هنعملها المرة دي الاول مرة وبعد كده خلاص هيبقى في خطوات درجة مفيش مشكلة اطلاقا خلاص خليها نقفل كده كل حاجة المفروض دا شكل البروژيكت لما هيفتح لك هنروح على view ونقول له عاوزين البروژيكت اكسبلورر وتبدأ تضغط هنا هيفتح لك كل كل الفايلز اللي البروژيكت بتاعك احنا اول واحد هخش عليه عشان نحل المشكلة ده هعمله مرة واحدة يعني الكلام ده احنا نعمله مرة واحدة بعد كده مش هخش على اللينك ده خالص هدوس عليه double click وعبده انزل 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 لحد ما وصل لسطر 300 وشوية مش عارفه 12 ولا حاجة هتلاقي في سطر while هنا مبين كوسين سي سي تي ال كذا 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 ويساوي ساوي 0x1u السطر ده لازم اعمل له commentary عمل له double slash لو انت ما عملتش comment للسطر ده مهما عملته مهما حاولت هتفضل واقف مكانك ومش هتوصل لاي حلول خلاص يبقى دي اول خطوة هعملها ان انا اعمل comment للسطر اللي هو في 312 هيتلع لك في 315 المهم سطر while اللي فيه ايه في الادرس ده خلاص طيب الحاجة اللي بعد كده هنروح على new target configuration double click برضو هيفتح لك هنا وابدأ اعمل تست للكونيكشن هتأكد ان فيه كونيكشن ما بين الDSB وما بين الكود كومبوزر جوه هتعمله ازاي ان انت تختار الXDS بتاعك مية version 2 USB هتنزل لحد ما تختاره وتبدأ تنزل فيه انواع الDSB لحد ما توصل لTMS 320F 28388S زي ما قلتلك هو single core هو 28388S وبعد ما تختار الكونيكشن وتختار البورد بتاعتك هتعمل test connection هيبدأ يلف كده لحد ما يقولك ان انت عندك ال الجي تاج بتاعك السكان بتاعه هاز ساكسيد انت كده موصل ونوع الكونيكشن بتاعك اهو والدباج بروب بتاعك اهو يبقى الكونيكشن تم بنجاح وزي الفول الخطوة بتاعت الريل تايم ساب بورت اللي هي اول خانة دي والخطوة بتاعت النيو تارجت كونفيجريشن دي بتعملها مرة واحدة اول مرة بتشتغل بDSB بتاعتك وبعد كده خلاص نقفلهم مش محتاجينهم في حاجة انت تأكدت ان الكونيكشن تمام وهتعمل سيف دلوقتي وتأكدت ان انت عملت ايه عملت كومنت للسطر اللي احنا قلنا عليه لكن بعد كده كل اللي انت هتعمله انت هتروح على مدابيو اندر سكول سي تمانية وعشر اكس اكس اندر سكول سي اس ال دي دابل كليك وتعمل لها دي باج تضغط هنا على دي باج هيبدأ يدباج الكود معك ويشتغل عامش يشحن يشحن لحد ما يوصل ل100% ومجرد لما يوصل ل100% تراني الكود يعني انت بعد كده هتعمل السيميلينك فايل تعمللي اوبن على الكود كومبوزر وتروح على الخانة دي هي دي اللي تعمل لها دي باج وتعمل بس ده بعد كده لكن انت في اول مرة لازم تخش على الثلاث خانات اللي احنا دخلنا عليهم بتاعت الريل تايم ساب وتروح على تتأكد من وبعد كده تروح على ال ال م دابيو اندر سكول سي دي اللي دايما احنا شغالين عليها في اي اوبديت للكود يعني كل ما ازبط الكود هفتح الكود كومبوزر هروح هفتح الخانة دي واعمل بمجرد لما بس حصل هتلاقي ان هنا في علامة تضغط عليها هتروح هتلاقي اللمبتين على واحدة عادة تطفي واحدة عادة تنور واحدة عادة تطفي هنأكد على ديباج تاني خليها نرجع برضو نعمل لها برضو ديباج عشان احنا ما عمل لازم نتأكد من ديباج عليها لازم نعمل برضو ديباج ان هو يقرأ ان حصل كومنت للسطر لازم يتأكد ان حصل كومنت للسطر لو ما حصل ش كومنت للسطر فهو كده كده هتفضل نفس المشكلة موجودة ومش هتلاقي اللي اللي نورت معك يبقى انا لازم خطو برضو الكود بتاعي عشان اتأكد ان التشغيل تم تمام والدنيا شغالة زي الفل والكود بتاعي بيرن زي الفل مفيش اي ملحوظة زهرت هي دي الخانات اللي انا بشتغل بيها عشان الدنيا تشتغل معي بص بتاعتك فضلت تشتغل زي الفل بكل بساطة وكل حلاوة يعني بيبقى انا زي ما احنا شفنا اول حاجة انا بعملها ان انا بجنريت الفايل وافتح الكود كومبوزر اتأكد من الساطر بتاع اللي هو عنده 300 وشوية الويل ده معمول لكوم ننزل ننزل لحد ما نوصل زي ما انتو شفتو 300 و12 ونعمل له كومنت وبعد كده اعمل وبعد ما اعمل ابدأ اعمل خلاص خلينا نقفل كده ده ده اللي احنا عملناه في اول مرة ونقفل الكود كومبوزر خالص انا دلوقتي عاوز اعدل يعني انا عاوز اعدل وارجع تاني لكود كومبوزر لو انا عملت هنا اخلي مثلا وخمسين في المية وخمسين في المية وعاوز اعمل تاني المشكلة انه عاديك ارور برضو لو روحت عايبدأ ينزل واول ما يجي على الجزئية بتاعت الابلود عادي اديك ارور وده اللي انا قلته لك عادي اتحل ازاي ان انت تفتح الكود كومبوزر بس بدل بقى ما تعيد الخطوات دي كلها لا مش هنعيده الخطوات دي كلها احنا هنروح على الخانة اللي هي المنود بيها تزبط لي بتاع الكود ورنه على طول مش محتاج بقى اعمل هاردوير كونفيجريشن ولا اعمل كومنت تاني هي الكومنت تاني بص اعطنا ارور يبقى مش هنضيع وقت على طول وهو الكود شغال عايجين ريت اللينك اروح فاتح اللينك على طول ومجهزه مع بال ايه يطلع الارور طلعه براحتك كده الارور ها يطلع ويفتح الكود تعمل وبعد ما تعمل تعمل ريزيوم للكود يرجع الكود يشتغل هتلاقي الكود على طول اتعدل واشتغل معك دي بقى زي ما احنا هنشوف انا اعملت الحالتين الحالة اللي هو اكنك لأول مرة والحالة اللي هو نفس الكود عدلت فيه نفس الكود عدلت فيه هنقفل الديباج اهو هنقفل view my project وعبد اضغط هنا اروح زي ما قلتلك روح على mw under school c28 xx او عاوز تروح على الريل time برضو هما كله لينكت ببعض يعني عدوس على ده double click وعدوس عليه دي باج ويبدأ يدباج ويشهل 100% وبعد كده عدوس ريزيوم على علامة الريزيوم بعد ما يخلص دي باج هتلاقي الكود اشتغل على التحديث وعلى الموديفكيشن اللي انت عملته هي التريك كلها في تثبيت الكمنيكيشن وتثبيت الايه وتثبيت ان انت تعمل كومينت للسطر اللي احنا قلنا عليه غير كده هتلاقي وزي المطلوب بالزبط تماما فضل لنا فضل لنا فكرة الExternal Mode ازاي برضو عن شغل External Mode في الحالة اللي قدامنا دي ونعدي المشاكل بتاعت الExternal Mode عشان تكون الدنيا شغالة معنا يبقى احنا فهمنا ايه اللي طلبينه في الHardware Configuration وزبطنا دلوقتي تركاية اللي هي بتشغل الدنيا اهو هدوس اعمل هوريزيوب بص شغالة قدامي زي الفل قاعدة دي تفلاش ودي تقلب دي فلاش وما فيش Error لو في مشكلة عندك هتلاقي في Error عندك لو في مشكلة عندك هتلاقي في Error عندك دايما بيفتح ال-EART من .C ده اللي هو الكود اللي هو بص هتلاقي البروسيسور موجود 187 ولو نزلت عملت scroll هتلاقي دي اللي بيرز بتاعتك اللي انت شغال عليها والتشغيل اللي انت طلبه الدنيا شغالة زي الفل تماما شاعد اطول عليكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله هناخد فيه ال-External Mood هناخد فيه ال-External Mood وزي ما قلت نوع مصرية فيها كل الامكانيات فيها كل المطلوب وفيها كل اللي احنا محتاجين نقوله تابعونا ومش هتندموا ان شاء الله اهم حاجة ده عبزر حسن القديم هشوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته